يوم حافل لفلسطين وأسود على إسرائيل يوم الثامن والعشرين من مايو يوم كسبت فيه فلسطين شرعيتها وفقدت إسرائيل دعمها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز حسم الأمر وأعلن قرار مدريد الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ويدخل القرار حيز التنفيذ اليوم نعلن اعتراف بلادنا بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعنا في مجلس الوزراء وعاصمتها القدس الشرقية ومحدة تحت الحكومة الشرعية لسلطة الوطنية الفلسطينية بحدود عام سبعة وستين هذا الاعتراف مسألة تاريخية بالنسبة لنا والشعب الفلسطيني وهو ضرورة ماسة للسلام الاعتراف من شأنه تحسين العلاقة بين الحكومة الإسبانية والسلطة الفلسطينية وتشكيل حافز قوي لدول أوروبية لاتخاذ خطوات مماثلة رغم أنها جاءت بنتائج عكسية في علاقة مدريد مع تل أبيب التي استدعت سفيرتها وكرد على إجراءات تل أبيب طالب عدد من النواب والأحزاب اليسارية الحكومة الإسبانية بقطع كل العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل نحن نطالب اليوم بطرد سفيرة إسرائيل ولن نريد أن تكون لدينا علاقات دبلوماسية والتجارية مع حكومة مجرمة كإسرائيل وهم يقومون بتهديد وزرائنا وتهديد نائبة رئيس الوزراء وقاموا بإظهار ذلك بشكل علني نحن لن نخاف من الصهيونية وليس لدينا خوف من حكومة نتنياهو ونعرف جيدا أننا نقف إلى جانب التاريخ وحقوق الإنسان وبجانب الشعوب والضومة ونحن إلى جانب الشعب الفلسطيني القرار يعتبر بمثابة اعتراف أوروبي بدولة فلسطين سيؤدي لإحراج المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية وإسرائيل الغاضبة من هذه الخطوة ودفعها إلى الوصول لاعتراف دولي كامل بدولة فلسطين دخول قرار الاعتراف بدولة فلسطين في كل من إسبانيا وإرلندا والنيرويج يعد نقطة تحول قد تؤدي لإنهاء الحرب على قطاع غزة وإعطاء دفعة لقطار الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية على الدين صلى القناة الغد مدريد